ممين ممكن يتحب زي كبير القوم وسيد إفريقيا النادي الأهلي وعشان مواجهة الرجاء مواجهة مهمة جدا ومصرية وعشان عندنا كلام كتير عنها قلنا بدل من نروح المغرب نجيب لكم المغرب بأجواءها بكل تفاصيل الرجاء لحد هنا مع المبدعين والمتقلقين واتنين من اللي أنا بحب أسمعهم لما يتكلموا في الكورة زميلي محمد جمال وزميلي صبر سراج أهلا بكم ومنورين قناة النادي الأحلي حبيبا فارس حبيبا كابتو ومنورنا كل سنة ومتقالبين وزمي قال فارس كده يعني الواحد بيستمتع بتحليلك الفئة ده وشكل التحليل والكلام المنطقي اللي الناس بتصدقه فطبعا مباراة إحنا من مباراة مستنينا طبعا مباراة مهمة جدا وفريق الرجاء يعني طبعا هو متواجد في المركز الثاني في الدوري المغريبي ولكن على المستوى الأفريقي من الأندية التقيلة الأندية اللي عندها خبرات كويسة وعندها بعض النجوم المميزين خلينا أخذ رأيكم وأبدأ بك محمد أنت شايف المباراة إزاي الأجواء بعد وجود 20 ألف متفرج من جماهير النادي الآلي شايف الردود فعل اللعيبة والجهاز الفني بعد طبعا مباراة كانت سيئة جدا على المستوى الفني أمام النادي المصري شايف السيناريو إزاي طبعا مفيش شك أن مطش الأهلي والرجاء تحديدا مواجهة جماهيرية في المقام الأول الرجاء واحد من أكبر فرق في أفريقيا اللي عندها جماهير كبيرة جدا بيتشابه مع النادي الأهلي في الزخم الجماهير اللي عنده في المغرب هو النادي الأكبر جماهيرية والأكبر قاعدة شعبية في المغرب كمان بذكر أنه في المركز الثاني دلوقتي هو جاي عامل كامباك ورمنتادة في الدوري المغربي وكان بعيد جدا وصل للفرق مع الوداد لـ 11 نقطة دلوقتي يوصل أن هو بتلت نقاط بعد ما يغيره المدرب مرتين يمكن كان مارك فيلمتس هو اللي كان موجود معهم بعدها جاي بوشعيب لمباركي مدرب بلجيكي وجاي بوشعيب لمباركي بأدار كمدير فني مؤقت مبارتين بعد الهزيمة من حرية كوناكري في غينيا تم التعاقد مع رشيد التوسي اللي يكون مدرب معهم فطبعا هم بيستعدوا للمغرب بشكل كبير جدا أتكلم أكتر عن الرجاء لكن طبعا مبارك بيرة جدا جماهيرية في المقام الأول والفريتين اللي هم تاريخ كبير طبعا جوه أفريقيا النادي الأهلي زي ما قال فارسايد القوم في أفريقيا الأكثر تتويجا والأكثر حصولا على الألقاب والأكثر حصولا على ألقاب في دوري أبطال أفريقيا فطبعا مع نادي عنده زخم البطولات زي الرجاء أعتقد مباراة سيشهد الكثيرون في أفريقيا إن شاء الرحمن سراج طبعا النتائج الفترة اللي فاتت أو في مطش المصري تحديدا كانت الموضوع صعب شوية وشوفنا الأداء مش هو أداء النادي الأهلي في الفترة بعد المباركة بتشير أن التركيز كله على مباراة الرجاء مباراة كبيرة وتعتبر من أكبر الدربيات العربية الرجاء فريق كبير وفريق بطولات من الفرق المصنفة دايما ودايما مطشطنا معاهم ما تبقاش مطشط سهلة لكن الفرق الكبيرة دايما بتبقى في الأدوار الإقصائية حتى أخذ من محمد الأل يعني جزء أنهما حتى على المستوى المعنوي فائقين معنوين بلغة الكورة يعني راجعين في الدوري يبقى الثاني وراء الوداد ماشيين بشكل كويس مدير فني جديد أو المجموعة في أفريقيا أو المجموعة في أفريقيا الميزان ده بيفرق يعني الميزان ده بيفرق وممكن جدا يكون لصالح النادي الأهلي هذا الميزان أن فريق جاي معنوات عالية جدا مع فريق النادي الأهلي عنده طموحات كبيرة جدا أنه طبعا يزبط وجوده في هذه البطولة وأنه هو الهدف الأساسي للبطولة وكمان يمحي الصورة الوحشة اللي يعني قدمك مباراة الدورة أمام النادي المصري شايف معنويا إزاي نشتغل في الجزية دي قبل من التكلم طبعا فنيا بشكل أوسعي أنا أعتقد أن الدوافع أصلا موجودة الأهلي بيدور على ثالث بطولة على التوالي وحاجة ما بتحصلش كتير نتحق البطولة ثلاث مرات وراء بعد ففي الدفع أصلا موجود كمان المباريات اللي من النوع ده ما بتكون قابل بتقابل فريق كبير قريب منك في المستوى فريق بطولات فريق مش مجهول خالص بالعكس وفرق من شمال أفريقيا فدايما الدوافع بتاع تلفوز واستعداد اللعب بيكون واستعداد والاستنفار حالة الاستنفار بتبقى موجودة لا أعتقدش أنها بتحتاج شغل كتير كمان من المدير الفني أسبوع كان قدامنا أسبوعه ودي فترة كويسة أن نحنا نستعد ونذاكر الفرقة اللي قدامنا كويس وكمان لو كان فيه تحفوزات بدنية على الإرهاق أو أسبوع مدة كافية جدا الفرقة تقدر توقف على رجلها بدنيا وزهنيا كمان الفرقة الكبيرة شخصيتها بتبان دايما في الأدوار الإقصائية يعني المجموعات المهمة منها هو الصعود أول تاني مش هو ده الموضوع الموضوع بعد كده في الأدوار الإقصائية أنت شكلك سيبقى عامل إزاي ولازم مستوىك الحقيقي يبان من أول الموتش اللي جاي إن شاء الله فكلنا سيقى إن شاء الله في رجالة الأهلي ودي كانت تجربة النادي الأهلي في دور المجموعات في البطولتين السابقتين طلعنا تاني وفي النهاية خدنا البطولة حاخد من كلام كابتن هيني وكلامك صبري فيما يخص فكرة البدني اللي أنت قلت إن النادي الأهلي كان عنده فترة جيدة حسنا فعلت ربطة الأندية إن النادي الأهلي وجميع الفرق المشاركة في أفريقيا برضو خدت راحة أمى هروح بقى الجمال لأن أكيد أنت عارف إن المباريات دي بتحسم على جزئيات فعلا وأبسط التفاصيل بتفرق فيها النادي الأهلي كان مريح بدنيا يمكن ده سعده بعد فترة إرهاق النادي الرجاء لعب في الكاس مباراتين وعلى بعد فيهم وقت إضافي بتشوف الجزئيات والتفاصيل اللي تفرق الأهلي عن الرجاء في ظل العامل البدني وإيه العوامل الأخرى اللي لما أسألك يا جمال وقولك إيه الحاجات اللي ممكن تخلينا يبقى ليدنج على الرجاء في الملعب تقدر تقول هالي طيب نروح الأول للعامل البدني العامل البدني يمكن آخرهم كان رجاء بلعب رجاء بني ملال في الكاس المباراة اللي انتهى بركلات الجزاء يمكن رشيد التوسي كان برايح نص الفريق بالزبط يعني كان عنده ست راحات من القوام الأساسي منهم محسن متولي عمر عرجون أسامة سقحال هو كان بيستغل المباراة أنه هو يجهز بعض اللاعبين اللي كانوا بعاد الفترة اللي فاتت خاصة مع غياب الزوكر بتاع خط الدفاع وخط الوسط محمد النهيري بسبب تراخم البطاقات هو عنده مشكلة في البكريت والبكليفت فهيبتري كان بيجهز عبدالله عبدالله مذكور هو أنه يكون موجود من خلال مباراة الكاس أمام رجاء بني ملال ده اللي بتالى الرجل يشتغل عليه رشيد التوسي أنه يجهز بعض العناصر اللي كانت غيبة عشان يحلوا مكان بعض العناصر اللي مش موجود فهما مشكلتهم تكمل لأنه هما كمان غيروا الطريقة وخلينا أقولك أنه تغيير الطريقة مع رشيد التوسي غير الطريقة اللي كان بيلعبوا بيها سواء مع فيلموتس أو مع أبو شعيب المباركي كانوا بيشتغلوا 4-2-3-1 وبتتقلب أحيانا 4-4-2 في بعض الأوقات لما يكونوا محتاجين يسجلوا لكن هم رجعوا يلعبوا 3-4-3 مع رشيد التوسي تغيير الطريقة استلزم تغييرات في الملعب وفي بعض العناصر بترى يحطها في أماكن غير اللي كانت موجود فيها ده بيديك أنه الفرقة هم لعبوا مباراتين فقط ومبارات الكاس اللي لعبوها بالـ 3-4-3 مع رشيد التوسي لسه مهما كان الراجل بيشتغل في التمرين مهما الراجل كان كوتش كويس بحتاج وقت علشان اللعيبة تهدم طريقة الـ 3-4-3 لأنه طبعا الفرق ما بين الـ 3-4-3 والـ 4-2-3-1 ونتكلم في الفرقات الميجور أو الفرقات الرئيسية ونتكلم بقى في الفرقات الفرعية في التنفيذ جهو الملعب لكن خلينا أقول لك أنه على صعيد الأظهرة ما بتكلمش هنا في باكريت وباكليفت لأنا بتكلم فيه وينج باكس اتنين على اليمين وعلى الشمال خاصة مع غياب أميز لعب بيعمل ده لأنه لأدواره جميع مميزة جدا محمد النهيري فالرجل هيعتمد على اتنين سواء عبدالإله مذكور ناحية اليمين أو أسامة سقحال ناحية الشمال اتنين اللعيبة ما عندهمش خبراتي ممكن عبدالإله مذكور بيلعب معهم ده الموسم الثالث بيلعب بشكل أساسي لكن أوسامة سقحال ده أول موسم ليه يكون موجود بشكل أساسي حتى اللعيب البديل بتاعه مش جاهز عبدالإله جبيرة فلما تيجي تتكلم على فرقة الرجاء إجمالا فرقة الرجاء لسه بيحفظوا طريقة جديدة لسه بيشتغلوا على الثلاثة أربعة ثلاثة بشكل كبير لكن إجمالا هم حالة الإرهاق ممكن تطول اتنين أو تلاثة لعيبة من اللي اشتركوا في المباراة الأخي العمام رجاء بريمال لالف الكاس مش هتأثر عليهم بشكل كبير لكن القوام والفريق الأساسي اللي هيكون موجود فيهم ست العيبة كانوا مريحين زي ما قلنا أبرزهم يمكن فابرسنجومة ومحسن متولي وعبدالإله مدكور هو الوحيد اللي كان موجود من العصر الأساسية اللي اشترك في مباراة الكاس زي ما قلت للتجهيز يعني هو الرجل كان جاي من فترة راحة طويلة جدا كان مصاب فاشترك للتجهيز من العصر الأساسية يمكن الوارد يكونوا مجهدين هم السنائي قلب الدفاع هنتكلم عنهم كتير جدا سواء في الإجابيات أو السلبيات بالنسبة للفريق يعني من الواضح سراجي أن نتكلم بدنيا مش يعني عندهم عندهم مخزون بدني كويس وعندهم لعيبة جهزة بشكل كويس تغيير طريقة اللعب من 4-2-3-1 لـ 3-4-3 عملوا مباراتين لكن مش هيظهروا بالمستوى المفروض يتلعب ازاي بيها أو محتاجين وقت شوية هنتكلم على هذا لكن عايز أخذ منك إيه الحاجة اللي انت شفتها في المبارات النادي المصري وتقول حزاري أنها تتكرر في مبارات الرجاء كل حاجة حصلت في مبارات المصري يعني دينا أهم طبعا كل حاجة على أساس طبعا لكن أنا بتكلم أكيد أنت عارف فريق الرجاء كويس قوي نخلي بالنا من إيه ما نعملش إيه على المستوى التكتيكي على المستوى الفني هل طريقة اللعب لو لعبوا بـ 3-4-3 نغير شوية شكل الفرقة هل على مستوى ممكن نشتغل على نعمل طلوع بالكورة ويكون فيه هجمة منظمة هل الاستحواز مهم جدا في المبارات الزي دي عشان تاخد ثقة وتبدأ تلعب على العامل البدني كمان انت شايف إيه من الجزئيات دي فكرة العامل البدني هما طبعا يعني لما اتفرجت عليهم في الفترة الأخيرة هما مش بيبدأوا المبارات بقوة بيأخذوا المبارات مراحل سنة سنة ويوصلوا بتدرج بدني هما بيوصلوا آخر نص ساعة دايما عندهم في المطشاط هي الأقوى يعني هما بيدوسوا بنزين في الآخر ومش في الأول فالمفروض ان احنا ننتبه لده ان هما ما بيبدأوش المبارات بقوة احنا نقدر ومحتاجين ان احنا نبدأ بقوة المبارات نحاول ان احنا نسجل بادري طبعا الاستحواز مهم لكن من الحاجات اللي انا شفتها في مطش المصري مثلا انا محبش ان انا اشوفها في المبارات الرجاء هي وقفتنا في الكرات السابتة احنا كان عندنا مشكلة واضحة في وقفتنا في الكرات السابتة ومين ماسك مين اطول لعب في المصري مثلا اللي هو سجل الهدف كان اقصر لعيب عندنا هو اللي ماسكه كان في يعني احنا التمركز 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 عندنا كان طبيعي جدا اللي هو كأننا ما تفرجماش على المصري هو الطبيعي هم عندهم أطوال وعندهم لعيبة بتسجل هم أصلا بيسجلوا كويس من من الكرات السابتة وبيلعبوا بدماغهم كويس فانت لازم الكرات السابتة عندنا يبقى ما تشتغلش مش شرط دايما ان انت تشتغل بالطبيعي لأ انت تحاول توفق هتشوف مين المميز عندهم في العناصر أو من الأفضل ما تعملش فاولات يعني ما تعملش فاولات طبعا يعني ممكن يبقى كورنر فالآخر وقفتك محتاج ان انت تغيرها تبص على الفرقة اللي قدامك ما يحصلش زي المصري ان انت نازل مش مش مجاهز أو الحتة دي أو مش مركز فيها فاللعيبة وقفة بالشكل التقليدي فدخل فينا جون من أطول لعب في الملعب لأنه كان أكثر لعب عندنا هو هو المسكو فده من الحاجات اللي هي فعلا ما ينفعش ان احنا نشوفها في مرش زي ده التركيز لازم يكون موجود من من أول دي اياته زي ما قلنا جمال المباراة دي بتحسم على جزئيات وصبري كان بيكلمنا في الجزئيات والتفاصيل بما اننا بنتكلم على جزئيات والتفاصيل فيما يخص قدرات الرجاء الدفاعية اللي لها ايضا انعكاس هجومي حتى في قلب الدفاع زي هدهودي وايضا حركاص انا عايزك تكلمني عن دفاع الرجاء ازاي اقدر اتفوق عليه والجانب اللي هو بيتميز فيه او حتى الادوار المسندة هجوميا ازاي ما اتعامل معاه داخل الملعب وانت بتشوف افضل حاجة طبعا مباراة المصر زي ما اتكلمنا هي مباراة غريبة شوية اقل مباراة لك على مستوى الدوري في دقة التمريرات في معدل خلق الفرص في الاكسبيكتد جولز في حاجات كتير جدا فما اقدرش يخليها القياس بتاع النادي الاهلي اللي ابني عليه واقول ان انا بشكل كبير ممكن اكون بالحالة دي انا عايزك تقول لي فيما يخص الحتة الدفاعية عند الرجاء نقدر نستغل دقاط الضعف او الويك بوينتز فيها ازاي وعلى الجانب الجزء الهجومي فيها اقدر اتعامل مع دفاعين ازاي عايز اسمع منك اجابة واضحة عن الموقف ده والموقف ده طيب تلات تلات نقاط لازم نتجنبهم واحنا باللاعب الرجاء تلات نقاط مهمين جدا 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 عشان نتلافة هي دي كل نقاط قوة الرجاء رقم واحد في الست بيس او في الكرات السبتة سواء بقى سواء فاولات زي ما كابتن هاني كان بيقول ان احنا نتجنب ان احنا نعمل فاولات او في الضربات الركنية ان احنا نتجنب انه ما بياش فيه ضربات ركنية كتير ده عظيم جدا لكن بفرضية انه خدوا فاولات حوالي ال 18 ودي مواقف واردة جدا تحصل حاجة مهمة هم التاكتك اللي بيلعبوا عليه ايه وهما بيعملوا ده واحدة من اتنين اما ان هو بيحط الكرة كده نشرحها بشكل بسيط صور معاك لو انت احتاجها لو هما يجبوا للجون الاولاني كرة اتلعبت بتتلعب على العرضة القريبة هما عندهم الثلاثي بتوع خط الدفاع بلعبوا ثلاثة اربعة ثلاثة ثلاثة سواء الياس حداد مروان هدودي او جمال حركاس الثلاثة مئة وتسعين سنتي فانتك تتكلم على اطوال في خط الدفاع وده هتكلم عليه هما دول بيطلعوا طبعا في كرة السبب طبعا مروان هدودي تحديدا مميز فالثلاثة دول مميزين جدا في اما بتتلعب الكرة على القريبة الكرة تتحط على القريبة وواحد من التلاتة اطوال تحديدا جمال حركاس هو اللي بيطلع دايما على القريبة يطلع يضطها وتتحط trollul illy جاي با Say الليه ليكون مروان هدودي مروان هدودي هو هذا اميز لاعب ودايما ما بتتخطي من العمق ولكرة لو تتحرك شوية اثرة اللقطه اللي بعدها هاي الاحده ثاندها تة خط التلتة اللي بعدها هتلاقي رحت اللي رايح على البيعيدي الواحد thấy ده اول تعملي ايضع على ال良 mogę ومش بيتحرك مروانة هدودية مروانة هدودية وقامية إزلاعي في خط الدفاع في أنه بيأخذ الكرات الرأسية فبتحرك واحد من الاتنين الطوال التنين محمد جمال الكرة ديت أنه كمان بيفضل الأولانية يعني ما فيش واحد واقف على القريبة من الأول يعني هو واضح جدا هو بيقطع بيقطع مع الحق لأن في بعض الناس أو بعض التكتب أنك ممكن جدا توقف واحد ويطلع قدام شوية الرجل اللي مسكوا عشان يلمس لورا لكن هذا واضح جدا أنه قاطع على القريبة وده في التماركس ما هو بيقطع على القريبة لأنه بيعمل التكتب بتاعه اسمه أوبرلود في سمول سبيس يعني هو بيجمع اللعيبة كلها في مساحة صغيرة جدا وبعد كده يبتروا يتحركوا من ضمن التكتب اللي بتحصل بعد الحركة القاطع على القريبة دي واحدة من ضمن الحاجات اللي بيعملوها التانية أن مروانة هدودية دايما سواء قاطع على القريبة أو كرة عملت كروس على نقطة التمنتاشر نقطة البنالتي لما بتتحط بيفضل مروانة هدودية هو اللي موجود لأنه أم يزلعي فيهم بياخدوا الكرات الرقصية ففي حالة أنها بتتحطها على القريبة عشان تتصلح لورا هو واقف مكانه فأي لعي هم بيتحركوا كلها الراندم اللي بتحرك ده هو ما بيقاش راندم هم بيتحركوا عشان يقاطع على القريبة يقام يبقى موجود دايما عشان ياخد لو هي رحيت له دايرك عليه هو على مروانة هدودية دي النقطة الأولانية بتاعت الكرات السبتة نقطة مهمة جدا جدا لازم نتلافها لأنه بالذكر من مرات المصري نحن تم تسجيل فينا من كرة سبت وكانت بشكل يمكن أكثر سازاجة من اللحة بنتكلم فيه كانت سهلة جدا سهلة جدا لنها تتشال لأن هي الكرة بعد ما تلعبت الفول اللي كان في التلت الأخير لنا الكروس بعد ما تلعب اللعيب تحرك الكرة يضبك عدة أول لعيب من النادي الأهلي تلعي التانية حطها فده نحن لازم نتلافها دي النقطة الأولانية سأخذ من كلامك وأسأل سيراد النقطة التي تكلم عليها هل من الأفضل من تومان في هذه النقطة أن تلعب من تومان أن خلاص أشرب مع كذا أو محمد أب ميناء مع فلان ولا نأخذ مساحات يبقى وقفين بشكل معين لأن الدفاع بيبقى حاجتين يما من تومان يما مساحات الأفضل لعيب تلعب النادي الآلي في الوقت بالتاكتك ده نشتغل من تومان يبقى كل واحد ملزم بالعيب أو نشتغل على المساحة يعني أعتقد أننا ممكن نعمل ميكس ما بين ده ده لأننا كمان ما عندناش الأطوال اللي هي طوالية يعني لو مسكنا مين أطوال اللعيب عندنا هيبقى فيه فرق طول كبير ما بينه وما بين المدافع هي الفكرة زي ما حضرتك قلت من الأول نحنا على قد ما نقدر نحاول أننا ما نعملش فاولات حوالين الثمانتاشر أو ضربات ركنية أو ما ندهمش الفرصة دي الحاجة التانية أننا نكون متمركزين بشكل سليم ونحاول نطلع كورة بدري الحاجة التالتة محمد الشناوي لأنه هو هيبقى عامل التربيح عندنا في الحتة دي هو مميز حوالات العرضية وطويل يبقى بس هو في حالته ومركز وعليه دور أنه هو يطلع في الحتة دي لأن الأطوال فيه فارق أطوال كبير محتاج تدخل الشناوي صبري قبل ما نروح لجمال عايزك أسألك في حاجة برضو عملية نحنا شفناها في التاكتكس بتاعت النادي يمكن موسيماني قال أنه هو بيتلافى أخطاء الدور اللي فات وانا بشوف أن كان الكي بتاع ده هو فكرة توظيف حمدي فاتحي في الاثنين السنتر باكس هو قدامهم وده واقع لأي حد متابع تاكتكس عارف أن ده الكي بتاع موسيماني يمكن غيابه في مباراة المصري كان من أهم الأسباب اللي خلت ده ما يحصلش خصوصا دفاعين والنساء اللي جدا تختارك والمصري يروح عليك بعدد هجمات أكبر من حتى عدد هجمات النادي الأهلي سؤال حابة بس مع رأيك فيه هل بتشوف أن الطبيعي أن موسيماني زي ما قال أنا بفكر للمباراة دي بشكل مختلف فأوتوماتيك لي حيكون حاطط حمدي فاتحي قدام الاثنين سنتر باكس ولا أنت عندك فكرة تانية مختلفة أن الشكل ده لا مش هو ممكن نلعب اثنين بس ممكن حمدي فاتحي يبقى مع الاثنين السنتر في نص الملعب ويبقى التالب بتاعهم بتشوف إيه الحل هل يمشي على الطريقة بتاعت ولا أنت عندك حاجة تفكير حاجة مختلفة وأنا كنت بسأل نفسي هو ليه أصلا تخلى عن 3-4-3 بعد ما بدأ بها الموسم وكان شكلنا مميز جدا وحققنا قدام الفرق الكبيرة نتائج كبيرة يعني الفرق بين البداية بتاعتنا في الدوري السنة والسنة اللي فاتت نظريا هي نقطة واحدة احنا في 12 ماتش الأولين السنة فاتت خدنا 30 بونط والسنة دي خدنا 31 إنما الفرق إن احنا كسبنا الفرق الكبيرة كسبنا الزمالك خمسر كسبنا بيرامدز وكسبنا الإسماعيلي السنة اللي فاتت ما كسبناش بيرامدز تعدلنا معها كسبنا الإسماعيلي 2-0 والزمالك 2-1 ففرق النتائج الكبير ده اللي حصل ده كان سبب إن احنا لعبنا بشكل مختلف عن السنة اللي فاتت 3-4-3 ادتنا أفضلية دفاعية عملت لنا تأمين دفاعي كويس وكمان حمدي من اللعبة اللي بتعرف تزيد كويس بتتدرك بالكورة بشكل كويس جدا احنا مش كل المدافعين عندنا عندهم الملكة دي طبعا هي قدرات فهو كان موفر لك حل دفاعي وحل هجومي كمان ده صحيح ما عرفش ليه في الفترة الأخيرة احنا تخلينا عن 3-4-3 ورحمة 4-3-2 عشان هو محتاج جرايا مش لأي سبب تاني كان ممكن جدا كمان يستغل كريم فؤاد كهو كريم فؤاد عنده نواحي يلعبونج باك علي معلول ممكن كمان توفر جزء من البدني بتاعه انه هو بياخد يمكن الـ 20 او 25 متر الأخيرة وحتى لما بيرجع يبع عنده نفس انه يرجع لان فيه حد يعمل كفرينج بالنسبة له انا بطفق معك 3-4-3 انا كنت شايف انها ممكن تكون الشكل الانسب في حالة كمان انك لو حاسس ان علي معلول مجهد مش هيقدر يعمل لك الفول لاين وعندك امكانيات هجومية بالنسبة لكريم فؤاد ممكن تستغلها بشكل افضل لان كمان كريم امكانياته الهجومية ويلعبونج يعني بشكل مباشر خلينا نتكلم عاوز اخد رأيك كمان في الحالة الهجومية محمد حالة الهجومية بالنسبة للراجع شايفها ازاي وممكن هل الهي بريشر او الهار بريسنج او الضغط العالي لازم يكون موجود او نلعب بمنطقة الزون وناهتم جدا بنص الملعب وانا احنا ناخد كوريتنا في نص الملعب هما انا هربطها بكلام حريروك كلام فارس وبالحالات اللي احنا كنا بنتكلم عليها الحاجات اللي احنا لازم نتجنب هما ثلاث الثلاث حاجات دول هنربطهم ببعض انه فكرة ثلاثة ربعة ثلاثة هي ايه الفايدة اللي كنا بنستفيدها من ثلاثة ربعة ثلاثة حريروك كلمت وصبري اتكلمتوا فيه انه التحر بتاع الوينج باكس سواء كريم فؤاد او علي معلول دي نقطة ايجابية مهمة جدا النقطة التانية هي البلد او التدرج بالكرة من الخط الخلفي في وجود حمدي فتحي في الخط الخلفي لما بيسقط ما بين الاثنين ويبتري يتدرج ويطلع هو يزيد يعمل الزيادة قدام الاثنين السنتر باكس ده بيديك مساحة انك تعمل التدرج بشكل سريم من الخط الخلفي خاصة انت مجبر في ظل الاطوال وعشان ما يخوفش الناس اه الاطوال بتاعة فرقة الرجاء اه اطول من لعبة النادي الاهلي لكن التقف بتاع ياسر ومحمد عبد الملع مميز جدا واعتقد ان شاء الله بالوقوف السليم والمسك السليم سواء عن طريق المان او الترحيل انه تعمل صح مشاب عندنا مشاكل ان شاء الله في الكرات السبت النقطة التالتة المهمة جدا لما كنا بنتكلم بقى النقطة السؤال بتاع حضرتك نربطه بقى بدقي ان دور حمدي فتحي في التلاتة اربعة تلاتة انه اهم نقطة واهم سلاح في الست بلي او الهجوم المنظم اللي بيعملوا الرجاء هو البنتريشن من ناحية اليمين بيخش حميد احداد اللي هو بيشهد حالة جيدة جدا مع الرجاء مختلفة تماما عن حالته مع نادي الزمالك لما كان موجود لانه كان بيتم توظيفه كجناح هو مبعدش كتير عن التوظيف لكن هو بقى بيتعمل بيتحط في الهوف سبيس اللي ما بين الجناح وراس الحربة اللي يرمس اللي ما بين عالي معلول نظريا ما بين عالي معلول او من ناعب اربعة ومن سنتر فاك ناحية الشمال اللي هو يكون ياسر او محمد عبد المنام فوجود حمد فاتحي في المنطقة دي هيخليك تقفل الاسبيس ده الاسبيس اللي موجود لانه هيدي المساحة للترحيل بتاع ياسر او عبد المنام انه روح يقفل ورا عالي معلول وهو لما يجيله حميد احداد هيقابله في وشه فيكون قافل الاسبيس دي بشكل جيد هيسمح لك بالترحيل بشكل جيد هيسمح لك بانك بتدي الاريحية وانك ما تضغطش بدانيا زي ما حرك قلت على عالي معلول انه ما يعملش طول الوقت السبعين متر رايح جاي مش هيقدر انه ما يعمل ده وده اللي بيعمل لنا مشاكل دفاعية احيانا وبيخلي عالي معلول في الديئة سبعين او خمسة وستين مش قادر انه لا يرجع ولا قادر يروح بنفتقد للدقة كمان في الجزء الهجومي لانه بدانيا بترى يقل هيدي الاريحية كمان لكريم فؤاد لكن مهم جدا 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 انه وانا بتدرك بقى بالكرة وبعمل التلاتة اربعة تلاتة عشان ما بقاش استفدت بالجوانب الدفاعية بس ان حمد فتح كمان يعمل الزيادة علشان الاسبيس اللي ما بين حمد فتح لهو قافل وورا مع الاثنين السنتر باكس والاثنين اللي قدامه السيدي امزة سواء اليو ديانجة او عبر السلية المسافة متبقاش كبيرة لازم يطلع وبيعمل التدرج يقطع الخمسة عشر متر قدامهم بحيث انه دايما يكون ر اللهم بشكل جيد مقارب جدا للشكل اللي قدام الهالي السعودي في كسا عام الان دي صحيح صحيح ناخد بقى منكم كده في اخر الفقرة في ديئة كلمة ختمية كده يا صبري حاجة تحب تقولها عن المباراة وايضا جميل انا اولا مبسوط ان انا معكو جدا نورتين اه ربنا يخليك ربنا يخليك كابتان انا اول مرة في قناة الاهلي ومع فارس ومع كابتان هاني ده بيتك يا صبري وبيت كل الاهلوين طبع طبع قدي انا كنت مبسوط يعني من ساعتما كان بنتين عشان احنا سعاداء بيك وكلساهم طيبين والشعب المصري كله بخير وان شاء الله نعمل المطش كويس يوم يساعد قدام الرجاء اتمنى بس ان اللعيبة تكون في حالتها اسبوع مدة كافية جدا هيبقى مفيش عزم خالص يكون شكلنا وحش يوم يوم السبت هنعمل لقاء كويس ان شاء الله وانحق نتيجة كويسة تساعدنا في مطش العودة واحنا متعودين من من لعباتنا ومن رجالتنا انهو في المطشات وفي المواقف اللي زي دي بيكونوا حضرين قدامهم مهمة كبيرة وقدامهم طموح عظيم انهم يحققوا التالتة على التوالي احنا كنحظنا وحش قبل كده في الالفنات احنا او في بدايات الالفنات خلنا الفين وخمسة الفين وسبعة وحسرنا الفين وسبعة فعندنا فرصة ان احنا نعوض ان شاء الله فان شاء الله ده يحصل ونحتفظ بالكاس للأبد يعني جمال انا سعيد جدا ان انا موجود مع كابتن هاني ومع فارس وصبر النهاردة والله سعيد جدا ان انا موجود معكم كل سنة وناس كلها طيبة ويا رب ان شاء الله يبقى شهر رمضان ووش وخير على جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت حقق نتيجة نظيفة فوز نظيف مهم جدا بإذن الرحمن نطلع من هنا بفوز نظيف اي ان كان واحد صفر اتنو صفر نطلع بفوز نظيف ان شاء الله نقدم مباراة طليق باسم النادي الاهلي الوقت يسمح بالنبقى فيه البرباريشن للمباراة اكيد موسماني والجهاز الفني شغالين بشكل جيد سواء نظريا او في الملعب مع اللعيبة اتمنى التوفيق للنادي الاهلي كل ما انا تمناه والتوفيق للعيبة بإذن الرحمن وبإذن الله نعمل نتيجة يا جبايا نتجاوز الرجاء بإذن الله يا رب ان شاء الله نهرتونا وشرفتونا ودائما منوارين في بيتكو بالقناة النادي الاهلي عندنا كمان بعد الفاصل نجم كبير الكابتن محمد حشيش هيكون متواجد معنا هنا في قناة النادي الاهلي هنتكلم عليه كمان هنتكلم معاه على طبعا مباراة الرجاء والنادي الاهلي وكمان هنتكلم معاه على طبعا الإدارة الفنية الجديدة لمنتخبنا الوطني الأول لكابتن إيهاب جلال خلوكم معنا مع الكابتن محمد حشيش بعد الفاصل